حكم الخوف من المستقبل وحمل هم الرزقي طبعا هذا نقص في الإيمان الإنسان يخاف من المستقبل الإنسان يستعد للمستقبل يبني المستقبل يجتهد ما فيه بس لا يخاف الأرزق مكتوبة وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي أبدا الرزق اللي الله كاتب لك بتأخذه فلا يخاف أحد من المستقبل وإنما يخاف من يوم القيامة مستقبل أرزاق وهذا مكتوبة وأنت ببطن أمك رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد مكتوب رزقك وأنت في بطن أمك لكن اسعى في طلب يلك لكن لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر